هنروح بقى لبطلاتنا او نجمتنا الزهبية في التنس الارضي مايار شريف واللي تقدمت مركز واحد في ترتيب العالمي وصلت من المركز 32 وصلت المركز ال 31 في انجاز كبير جدا يعني خلي بالكو ده احسن ترتيب وصلت الى لعبة مصرية في التاريخ دي نجمتنا مايار شريف نجمة النادي الاهلي واللي جات في المركز 49 عالميا برصيد 1135 وتقدمت مركز في تصنيف الشهر للفات واللي شهد تراجع 16 المركز هي كتوصلت للمركز 31 ولكن شهد تراجع 16 المركز علشان توصل لمركز ال 50 عالمين بعد اخرجها من بطولة المكسيك وبالكينة الدولية طبعا حصل ان هي مرت بدروب كبير ولكن اتقدمت مركز واحد وان شاء الله تعدي المركز 31 كاحسن تصنيف وصلت الى لعبة مصرية في التاريخ قادرة انها ترجع للتصنيف ده وده وضع طبيعي لعبة الترس او لعبة المضرب او لعبين المضرب او يندون لان انت بتعتمد على تجميع النقاط تتوفق في بطولة بتعلى بتوفقش في بطولة بتقل فطبعا ان شاء الله منتظرين من ميار انها توصل للتوبتن يعني ده الامنة مع ميار لان بيصادفها الحقيقة سوق توفيق شوية وسوق حظ في القرعة وكمان الاصابات اللي جات لها بس ما تمنى لها كل التوفيق وزا ما قلت لكم احنا بنتقلق كتير جدا في العاب المضرب ومحتاجين اهتمام يعني انا نفسي او همسة في اوزن طبعا اللجنة الامبية المصرية المهندشام حطب لازم يكون في دعم اكتر لالعاب المضرب لان انا شايف ان دي لعبة بتناسب جناتنا المصرية زي ما رفع الاسقال رفع الاسقال بمناسبة جدا اجسامنا ربعيننا في رفع الاسقال لهم تاريخ قلومبي كبير جدا وانتاريخ عالمي النهاردة واخدين تلت عالم البطولة تلعبت في المملكة العربية السعودية على ما تذكر وخلصت من قل من شهر واخدين تلت عالم بعد غياب فترة من المشاركات بسبب المشكلة او المنشطات الشهيرة اللي حصلت في اتحاد الاسقال وبناءنا علي ما لعبناش توكيو عاشنا شي عندك الجودو طبعا كابتل مرزوق الحقيقة رئيس الاتحاد وكان معنا وعدنا بمديلية وخليني برضا اقول لكم حاجة كمان جميلة انا بقول لكم على حاجات يعني بتسعيدني جدا كابتل مرزوق طبعا فيه انجاز كبير جدا الاتحاد انا كان وهو ضيفي رئيس الاتحاد كنت بتكلم معا ماليش هنخرج برا الخبر جابا اسمحولي يعني فريق الاعداد ما زعلش مني بس انا فيه حاجات بتخليني انا بقى سعيد جدا والجودو كان معنا قبل ما يروحوا بطولة العالم للشباب لو تفتكروا اللي كانت في البرتغال وكنا تكلمنا عن حصولهم على بطوط افريقيا وانهم خدوا كل المراحل نشئين وشباب وشابات وبص كل حاجة خدناها في افريقيا فيه انجاز كبير وكابتل مرزوق كان معنا فلا سألتوا سؤال الحقيقة احنا هنوصل لعالمية امتى انا عايزة اشوف بقى مداليات عالمية لان الجودو جاي من بعيد الجودو لو حضرتكم فاكرين ما تعملوش اخر موسم قبل الانتخابات اللي فاتت اللي هي كانت عشرين وواحد وعشرين موسم عشرين تسعتاش عشرين وعشرين ما كانش فيه نشاط جودو في مصر اصلا الدوري ما تعملش فالنهار دا انت جاي من بعيد قوي لبتورة افريقيا في وقت قياسي وكابتل راشوان طبعا مفرغ من وقته كتير للمنتخبات فكابتل مرزوق انا سألتوا يا كابتل رئيس الاتحاد هنوصل لعالمية امتى قال ان شاء الله هنجيب مداليا في البطولة العالم عايز اقول لكم يوسف يوسف سامي خد مداليا برونزية يوسف انا اسف يوسري سامي انا اسف يوسري سامي في وزن ستين كيلو جرام وزن ستين كيلو جرام خد مداليا برونزية في بطولة العالم بعد غياب سبعتاشر سنة تاني انا معلش انا خرجت برا الخبر بس يا جماعة الحاجات دي والله والله بتسعدني جدا فلاقيت تليفون جايلي كابتل مرزوق بيكلمني والله العظيم زي بقولك كده يا كابتل هيسم وشك حلوة علينا احنا خدنا مداليا برونزية يوسف يخدها في بطولة العالم انا عايز اقول لكم والله انا انا دمعت ليه لانه الناس بتشتغل الناس بتشتغل وكمان الجودو مش لعبة في النادي الاهلي الجودو مش لعبة في النادي الاهلي بس يا جماعة منتخب مصر والناس دي بتشتغل زي ما السلح بيشتغل كلمني لقيته يا كاد يكون بيبكي وبيتنطط فرح في التليفون ان مصر خدت مداليا شوف لما يبقى رئيس الاتحاد مشجع رئيس الاتحاد مشجع وفرحان بالفوز الحقيقة بقوله مبروك الف مليون مبروك يا كابتل مرزوق الف مليون مبروك ليسري وان شاء الله يكون نضيفنا في حلقة من حلقاته وانا احتفل به لان الانجاز ده بعد 17 سنة واسمحولي انه احييهم من هنا واحيي الابطال ولسه عندهم كمان وخلينا ما بقاش طماع ان احنا عايزين مداليا في باريس عشرين اربعة عشرين ان المشروع الحلم بتاعليزه ده ابتدى من سنة فطبعا لو اجابوا مداليا في باريس ده هيبقى اعجاز انما خلينا يكون منطقي احنا هنبص على لوس انجلوس عشرين تبانية عشرين لانه يعني انت النهاردة من امام عايز خمس ست سنين لانه هو بنا جيل بطل لعيبة وبنا جيل جديد ولكن لو بفضل الله هما شغلين على باريس عشرين اربعة عشرين ولكن الاتحاد ده لو نجح يجيب مداليا في عشرين اربعة عشرين باللعيبة دي والنجوم دي اعجاز طيب ما قدرناش يبقى احنا عالطريق الصحية زي السلاح كابتل حسين رئيس الاتحاد الاتحادات اللي شغالة كويس جدا متصدرنا التصيف العلامي في الشباب فده برضو انجاز علامي خدنا خامس اولمبيات اللي فاتت فبرضو ماشيين في حلم كبير طب وجبنا مداليات في البطولة العالم للشباب طب هنقدر نعمل حاجة في باريس اه ممكن نقدر نعمل حاجة فاضل سنة ونقدر نعمل حاجة ولكن التارجة بتاع الاتحادات دي انا شايف الاكبر والاوقع عشان ما نبنيش احلام كبيرة هتبقى لوس انجلوس عشرين تمانية عشرين كل التحية للاتحادات اللي شغالة كل التحية لابطالنا حتى لو الابطال دول ما بيلعبوش فينادي الاهلي وبيمثلوا منتخب مصر حتى لو الابطال دول الحقيقة في قندية اخر في الاول والاخر هما ابطال وبيمثلوا مصر وحلمنا الاولمبي ان احنا نكسر العشر وخمتشار مدينة الاولمبية انا الحقيقة مش هتنازل عنه والاخر الحقيقة يوم في عمري هكون يعني نفسي ان ده يحصل لان اللعيبة دي والالعاب دي انا واحد منهم وشايف ان هما بيبزولوا مجود كبير جدا ويستحقوا الدعم بشكل كبير